قبل ما روح لمحارب اللي هو آخر أعمالك اللي كان في رمضان أصعب لحظة لا تنساها أو لحظة لا تنساها في مسيرتك من دميات للقاهرة حاجة ما تنسيهاش تفضل دايما بتفكر نفسك بيها مرة أنا لما جيت قاهرة كنت جاي في الظروف صعب لأن والدي كان متوفي والدك وأخوك توفوا في نفس السنة أخويا في 2003 في شهر 7 ووالدي في شهر 9 2004 قبل سنوية أخويا بتلات ايام ووالدي مات صغير 49 سنة وأخويا مات 19 سنة فأنت كده كنت مسؤول عن الأسرة عنه فأنا حياتي بدلت بعد ما أخويا توفى كمان لأن ما قدرتش كنت بحزن عليه قوي براحتي وعد عيت وتمام براحتي وبتعلماته والدي توفى حسبها مسؤولية فهنا حسيت أن الحزن رفاهي ما بقيتش قادر أبكي قدام أمي قدام أختي بقيت لما بلاقي حد بيعاي قوله ده أنت حظك حال لك قادر حد يشيل مكانك لأن أنت لازم بقى هنا أنت راجل البيت ولازم توجبك نحية مامتك وأختك أن أنا بحاول أن أنا إيه أقولها حاجات حاول أصبرها طبعا موت الإبن ده شيء صعب جدا 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 يعني فكان عندي دور بحاول أن أنا أعمله طبعا في النهاية خالص ودور الأم هي اللي كانت يمكن مدياك لسبيس قال يعني أنت بتفوقها عشان أنت تفوقها ده اللي الواحد بيفهمه من رحلة الحياة يعني ترجمة نانسي قنع